اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في حلقة جديدة من هذا البرنامج الاسبوعي قصة الكنيسة القصة التي نراها في سفر الاعمال قصة ملهمة مشجعة لنا اليوم وكل يوم توقفنا في الاسبوع الماضي مع عزة الرسول بولس في انطاكت بيسيدية في المجمع اليهودي وهو يحكي عن تعاملات الله مع الاباء في الماضي وخطة الله في الحاضر خط خلاصية في الماضي عناية الهية ثم اتى في النهاية وهو يشجع مستمعيه الى اخذ القرار والقرار بنقول بين الرفض والقبول قدم العزة وتبينة ردود الافعال من الاسمع والعزة وطبعا دي عادة ما يحدث لما بتقدم كلمة الله هناك من يرفض وهناك من يقبل وهنا في هذه العزة ممكن نلاحظ اربع قرارات مختلفة تمثل اربع عينات من المستمعين العينة الاولى عينة المهتمين في الايات اتنين واربعين الى اربع واربعين من هذا الاصحح اعمال 13 في جماعة اهتمت عندما سمعت الرسالة بعد ما خرج اليهود من المجمع جعل الامم يطلبون اليهما الى بولوس وبرنابة ان يكلمهم بهذا الكلام في السبت القادم ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولوس وبرنابة الذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم ان يثبتوا في نعمة الله وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله الرسول انهى عزته في المجمع يوم السبت طبعا خرج اليهود اولا لان اليهود كان لهم اولوية في الدخول والخروج من المجمع دي العادة كده وبعد ان خرج هؤلاء الامم اللي كانوا حضرين في المجمع وجدوا انفسهم في مواجهة بولوس وبرنابة فطلبوا منهم الحضور في السبت التالي علشان يتكلموا اكتر عن الانجيل لكن بعضهم منتظرش لغاية السبت التالي علشان يسمع اكتر لكن ذهبوا يهودا وامما مع بولوس وبرنابة ليسمعوا منهما دول كانوا مهتمين جدا يمكن البعض منهم امن فعلا وقبل نعمة الله المخلصة حتى ان بولوس وبرنابة كانا يكلمانهم ويقنعانهم ان يثبتوا في نعمة الله في السبت التالي يقول الكتاب زي ما ارينا اكتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله وطبعا ده كان من تأثير السبت الماضي بالتأكيد الذين امنوا اذاعوا الخبر ودعوا اخرين ليأتوا معهم في ذلك السبت كل هؤلاء كانت لديهم الرغبة والاهتمام لمعرفة رسالة الانجيل الدي ده مشجع انطرى تجاوب الناس مع رسالة الانجيل وده بيقول لنا احبائي في قطار عطشة وبيدركوا ان ارتواءهم فقط من ماء الحياة من يسوع المسيح عندهم جوع وعطش للبر وحتما سيشبعون لا شك انه عمل الروح القدس اللي اصار هذا الاهتمام في قلوب الكسرين وقتها ونصلي ان يحدث هذا اليوم وغدا والى ان يجيء الرب ثانية الجماعة الاولى المهتمون الجماعة الثانية المتعصبون اقرأ في اصح 13 والايات من 45 الى 47 فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما كان يقوله بولوس مناقضين ومجدفين فجاهر بولوس وبرنابا وقالا كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة الله ولكن ازدفعتموها عنكم وحكمتم انكم غير مستحقين للحياة الابدية هو ذا نتوجه الى الامم لان هكذا اوصانا الرب قد اقمتك نورا للامم لتكون انت خلاصا الى اقصى الارض زي ما شفنا تجاوب بعض المستمعين للرسالة الانجيل هذا التجاوب ابهج بولس وبرنابا وبالتالي فرحة السمى كذلك والعكس لما رأى قارة المجمع هذه الحشود اللي جات بجوع وعطش علشان تسمع كلمة الله امتلأوا غيرة يعني امتلأوا حسد وبغضى وتعصب لانه دخل لمجمعهم هذا العرض الغفير من الامم النجسين وده من وجهة نظرهم لا يليق والجموع كمان اتت للمجمع مش حبا في الديانة اليهودية لكنه جايين برغبة في هذا التعليم الجديد اللي بينادي به بولس وبرنابا ادرك قارة المجمع ان مكان ديانتهم بيتزعزع ومكانتهم كروساء للمجمع بالضيع فما كان منهم الا المقاومة والرفض لما كان يقوله بولس التعبير مناقضين ومجدفين فيسوع هذا الذي ينادي به بولس لا يمكن ان يكون هو المسيح ده اعتقدهم وقد مات مهان معلق على خشبة الصليب اذا فهو ملعون كانوا ايضا مجدفين يعني بينسبوا الخداع والشر الى يسوع كما فعل رفقاءهم في قرشالين نسبوا ليسوع اخراج الشياطين ببع لزابول رئيس الشياطين يمكن هزقوا من بولس وبرنابا لا شك الموقف ده احدث ضجيج وصخف المجمع وعنده اذن وقف بولس وبرنابا بجرأة شديدة وقالا كان يجب ان تكلموا انتم اولا بكلمة الله ودل اوصى به المسيح لما قال يكرز باسمه بالتوة ومغفرة الخطايا لجميع الامة مبتدئا من ارشالين وزي الخريطة اللي اعمالها المسيح في الاية المشهورة في اعمال واحد تمانية تكونون لي شهودا في ارشالين وفي كل اليهودية تكلموا انتم اولا والرسول بولس الحقيقة كان حريص ان يعمل كده يقدم رسالة الانجيل اولا لليهود ثم للامم وحتى لما قال كلمته المشهورة في رمية واحد واية 16 لاني لست استحي بانجيل المسيح لانه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود اولا ثم لليوناني زي ما اكد الرسول بطرس في عزته في الهيكل في اعمال ثلاثة ستة وعشرين اليكم اولا اذ اقام الله فتاه يسوع ارسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره لكن واسفاه بسبب تعصبهم بسبب بغضهم دفعوها عنهم دفعوا الرسالة عنهم وحكموا انهم غير مستحقين للحياة الابدية كانت قدامهم فرصة ذهبية واضعوها بانفسهم برفضهم ليسوع المسيح خسروا الحياة الابدية لان القانون الالهي الذي يؤمن به الذي يؤمن بالابن له حياة ابدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله هذا الموقف من اليهود كان اعلان واضح لفتح الباب على مصرعية للامم لشان كده بولوس قال كلمته هنا هو ذا نتوجه الى الامم هذه الخطوة المصيرية في تقديم رسالة الانجيل للامم كانت تحقيق لوسية الرب قد جعلتك نورا للامم لتكون خلاصي الى اقصى الارض وصبق البشير لؤ ورأى تحقيق هذه النبوة في يسوع زي ما بنقرأ في لؤة 2 وآية 32 ورأى تحقيقها كذلك في بولوس هنا وفي اعمال 26 بالطبع لا يوجد تعارض بينهما بل كما قال المسيح عن نفسه انا هو نور العالم قال عن تلاميذه انتم نور العالم فيسوع المسيح نور للعالم خلاص لاقصى الارض وهكذا بولوس وكل من يشارك في رسالة الانجيل بهذا المعنى الفئة التالتة سمتهم فرحون الفرحون شفنا المهتمون وشفنا المقاومون وهنا الفرحون في آية 48 49 52 من هذا الاصح اعمال 13 لما سمع الامم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة العبدية وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة وأما التلاميذ فكانوا يمتلؤون من الفرح والروح القلس شفنا اليهود امتلؤوا من الغيرة ومن روح المقاومة والرفض والتجديف بنفس القدر امتلأ الأمم من الفرح وتقديم المجد للرب ما أبعد الفرق انجيل المسيح هكذا يفعل بين الناس بين من يقبل ويطيع وبين من يرفض ويعاند الأمم سمعوا ان خلصهم ممكن بدون الرجوع للطقوس والفرائض اليهودية فكيف لا يفرحون اكتشفوا انه لا فرق فالله لم ولن يميز بينهم وبين اليهود بل طهر قلوبهم بالإيمان كيف لا يفرحون ويمجدون كلمة الرب لقد قبلوا رسالة الانجيل وسبحوا الله من أجلها آمنوا وأثبتوا انهم معينين للحياة الأبدية وان اسماهم مكتوبة في سفر الحياة منذ تأسيس العالم وتعينهم هكذا للحياة الأبدية لا يعني ان المتعصبين والرافضين اللي أشرنا اليهم غير مسؤولين عن قرارهم اطلاقا فقد كتب عنهم انهم دفعوا كلمة الله عنهم وحكموا انهم غير مستحقين للحياة الأبدية ده آية ستة واربعين كانت النتيجة الطبيعية لإيمان هؤلاء الأمم ان انتشرت كلمة الله في المناطق المحيطة وبسبب هذا امتلأ التلاميذ الذين آمنوا من اليهود ومن الأمم من الفرح والروح القدس برغم الاضطهاد اللي واقع عليهم من الأمور المفرحة في هذه الرحلة ايمان ومعمودية مساوس مع ان البشير لوقة يذكر هذا مع بداية الرحلة التانية لما قال في اصح 16 آية 1 و 2 ثم وصل الى ضربة والاسترة واذا تلميز كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن اباه يوناني وكان مشهودا له من الاخوة الذين في الاسترة ويقونية لكن حتما صار مسيح في اثناء الرحلة الاولى لان بولس بعد كده دعاه ابني تيموساوس الاولى 1-12 وتيموساوس التانية 2-1 ورافق تيموساوس رافق الرسول بولس في بقية الرحلة بعد تجديده ولهذا فقد عاين تيموساوس الاضطهاد اللي وقع على بولس في هذه الرحلة وهو ما سنعرض اليه الان في موقف المجموعة الرابعة اللي هم المتهدون المتهدون في اية 50-51 من هذا الاصح اعمال 13 ولكن اليهود حرقوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة واصاروا اضطهاضا على بولس وبرنابة اخرجوهما من تخومهم اما هما فنفض غبار ارجلهم عليهم واتيا الى ايقونية لم يكتفي قادة اليهود برفض رسالة الانجيل اللي قدمها بولس وبرنابة لكنهم اصاروا اضطهاض عليهم لم يكن في قدرة هؤلاء اليهود انهم يمنعوا بولس وبرنابة عن الوعز والكرازة بالانجيل فاستخدموا حيلة اخرى تجنيد النساء اللي جمل اليهودية من خلفية اممية ومعاهم وجوه المدينة اي حكامها لتنظيم حملة لطرد بولس وبرنابة خارج المدينة ويبدو ان هذا الموقف كان مؤلم جدا على بولس وبرنابة حتى ان الرسول بولس ذكروا لتموساوس بعد كده في اخر رسائله في تموساوس التانية اصاح ثلاثة واي 11 لم قال والتهضاتي والامي مثل ما اصابني في انطاقيا وايقونية والاسترة اية اتهضات احتملت ومن الجميع انقذني الرب وما كان من بولس وبرنابة الا انهم نفض غبارة ارجلهما عليهم واتيا الى ايقونية ايقونية على بعد خمسين ميل جنوب شرق انطاقية بيسيدية وده يتفق تماما مع اللي اوصى بها الرب تلاميذ قبلا لما قال من لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فخرجوا خارجا من ذلك البيت او من تلك المدينة وانفضوا غبارة ارجلكم الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعمور يوم الدين حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدينة ده في متى عشرة اية اربعتاشر وبرنابة ومعاهم تموساوس الى يقونية وهناك بتكلم عن اليهود ام الرسولين ودي قصة جميلة مسيرة لكن خليني ارجع هذا الحديث الى الاسبوع القادم بمشيئة رب لكن مرة تانية عايز افكرك بالجماعات الاربعة اللي سمعت رسالة الانجيل وارجو انك تقرر النهاردة مع اي جماعة انت في جماعة المهتمين سمع الرسالة وهتم عايز يسمع تاني عايز يعرف اكتر عايز يختبر اكتر عايز يقرب اكتر ويعيش روعة رسالة الانجيل في ملئها وفي عظمتها هل انت من هذا النوع اصل انك تكون كده اصل ان يزيد اهتمامك بمعرفة الرب ومعرفة كلمة الرب في نفس الوقت كان فيه متعصبين اليهود اللي امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما كان يقوله بولوس مناقضين ومجدفين فيه فيه ناس كده النهار ده ولو شفت ناس عندها تعصب لا تندهش رحلة رسالة الانجيل من البداية والغاية النهار ده بيقابلها ناس متعصبين لكن اعلم تماما انه طريق التعصب طريق فاشل طريق الضعيف طريق اللي ما عندوش حجة طريق اللي بيرفض من غير اساس ولا تفكير صحيح والرب يحفظنا احنا من التعصب ايضا كان فيه اللي فرحوا الامم فرحوا لانهم عرفوا انه رسالة الانجيل متاحة ليهم وعرفوا انهم ضمن المعينين للحياة الابدية والتلاميذ فرحوا لانهم كانوا بيمتلئوا من الفرح ومن الروح الكلس اكيد كل خبر طيب تسمعوا عن نجاح رسالة الانجيل يفرح القلب حتى لما نسمع عن غيرنا شاركنا في الخدمة في كنيسة معينة في مذهب معين في مكان بعيد عن مكاننا في كنيسة غير كنيستنا الرب باركه والرب انجح خدمته نفرح ونصر لانه السماء سبقت وفرحت قبلنا واحنا كمان لازم نفرح بكل اخبار نجاح رسالة الانجيل في المتهدون الذين رفضوا وقواموا بحسوا عن طريقة اخرى لمقومة حركة الانجيل فاصاروا اضطهاد في ناس بتخطط وناس بتدبر ضد الرسالة لكن ثق تماما زي هؤلاء لم ينجحوا ايضا كل رسالة كل آلة صورت ضد الكنيسة لن تنجح كل لسان يقوم عليها في القضاء ستحكم عليه ويمضي هؤلاء وتستمر رسالة الانجيل هؤلاء ليس لهم مكان في التاريخ لكن قديب نسمع عن بولس ونشكر الله من اجله وكل اللي رفقوه في هذه الرسالة نقمل حديثنا بمشية الرب في الاسبوع القادم والرب معكم اشتركوا في القناة